أهلا بكم في إطار تعليمه المسيح الأسبوعي رحب قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية وتحدثا في مقابلته التي ألقاها من قاعة بولوس السادس بالفاتيكان فقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس تكلم قداسة البابا اليوم على القديس يوسف رجل الصمت وقال لم تورد لنا الأناجيل أي كلمة قيلت على لسان يوسف الناصري وهذا لا يعني أنه كان قليل الكلام لا بل كان السبب أعمق من ذلك أكد يوسف بصمته ما قاله القديس أغسطينوس وهو بقدر ما ينمو فينا الكلمة المتجسد تقل فينا الكلمات وهكذا دعان يوسف بصمته إلى أن نترك مكانا لحضور الكلمة المتجسد أي يسوع المسيح وأضاف قداسته صمت يوسف ليس سكوتا عن الكلام بل إنه صمت مليء بالإصغاء وصمت فاعل وصمت يبين حياته الداخلية العميقة وفي هذه الأجواء نشأ يسوع متعلما من مريم ويوسف وهو نفسه بحث عن أماكن صمت في أيامه ودع الأب الأقدس أن نتعلم من القديس يوسف بأن ننمي فينا أماكن الصمت التي فيها يمكن أن تظهر كلمة أخرى وهي كلمة الروح القدس الذي يسكن فينا لكن كثيرا ما نخلط بينه وبين آلاف الأصوات الأخرى من الهموم والتجارب والرغبات والآمال التي في داخلنا فنحن بحاجة إلى لحظات صمت حتى يبقى كلامنا سليما ولا يصير مرضا وسبب إساءة لنتعلم من يوسف أن ننمي الصمت فينا فنسمع الروح القدس فينا ونسمح له بأن يجددنا ويعزينا ويصححنا ترجمة نانسي قنقر